السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف أشرح لكم بعض الجمل الاصطلاحية المفيدة والمستخدمة في اللغة الإنجليزية أهلا بكم في قناة RLR English الجملة الاصطلاحية الأولى هي lead stray وتعني أن يعني يضل شخص ما أو يغويه أو يحرفه عن الطريق السليم يقول المثال Young people are easily lead stray أي أن فئة الشباب يتم إغواؤها أو إحرافها عن الطريق السوي بشكل سهل الجملة الاصطلاحية الثانية وهي go stray go stray وتعني يضيع يضيع أو يتم فقده يقول المثال My wallet seems to have gone stray My wallet seems to have gone stray ويعني المثال يعني أن محفظتي يبدو وكأنها قد ضاعت الجملة الاصطلاحية الثالثة وهي draw somebody's attention وتعني أن تلفت انتباه أو يعني نظر شخص ما إلى قضية أو مسألة معينة يقول المثال Could I draw your attention to this necessary point أي هل بالإمكان أن ألفت نظرك إلى هذه النقطة المهمة Could I draw your attention to this necessary point الجملة الاصطلاحية التالية وهي og will for وتعني فأل حسن لي أو يعني شيء يعني يدل على الخير أو هو أمر جيد لشيء ما يقول المثال The new rules og will for the school أي أن الأنظمة الجديدة هي فأل حسن أو أمر جيد بالنسبة للمدرسة The new rules og will for the school الجملة الاصطلاحية التالية هي og bad for وتعني أنه أمر سيء لي أو فأل سيء لشيء ما يقول المثال The new laws og are bad for the people أي أن القوانين الجديدة هي فأل سيء أو أمر سيء بالنسبة للناس The new laws og are bad for the people الجملة الاصطلاحية التالية Under the auspices of Under the auspices of وتعني تحت رعاية تحت رعاية شركة ما أو مؤسسة ما أو شخص ما يقول المثال This conference is under the auspices of the government أي أن هذا المؤتمر هو تحت رعاية الحكومة This conference is under the auspices of the government الجملة الاصطلاحية التالية Of little avail أو of no avail يعني هنا لدينا خيارين إما أن نستخدم Of little avail أو of no avail وتعني أنه أمر لا فائد منه أو أنه ذهب سدى أو أمر غير مرجو منه يقول المثال The efforts to persuade him were of no avail أي بأن الجهود المبذورة من أجل إقناعه He ذهبت سدى The efforts to persuade him were of no avail الجملة الاصطلاحية التالية Right away أو straight away إما أن نستخدم right away أو نستخدم straight away وهي بنفس المعنى وتعني مباشرة أو حالا يقول المثال I write away perceived what he wanted me to do أنا وبشكل مباشر أو حالا أدركت ماذا كان يريد مني أن أقوم به من عمل ما نعيد المثال I write away perceived what he wanted me to do الجملة الاصطلاحية التالية Back to front Back to front يعني بالمقلوب بالمقلوب المثال يقول Wait don't go out You've got your jumper on back to front انتظر لا تخرج فقد ارتديت البلوزة الخاصة بك أو السترة أو سترة الصوف وهي جمبة لقد ارتديتها بالمقلوب Wait don't go out You've got your jumper on back to front الجملة الاصطلاحية التالية Behind somebody's back أي من وراء ظهر شخص أي من وراء ظهر شخص ما يقول المثال I know they criticized me behind my back I know they criticized me behind my back أي أنا أعلم بأنهم كانوا ينتقدونني من وراء ظهري أو من خلف ظهري الجملة الاصطلاحية التالية Get off somebody's back Get off somebody's back وتعني يتركه بسلام أو يتركه وشأنه يقول المثال I wish they would get off my back I wish they would get off my back يعني أنا أتمنى بأنهم لو أنهم يتركوني بسلام أو يتركوني وشأني I wish they would get off my back الجملة الاصطلاحية الأخيرة في هذا الفيديو وهي Like the back of my hand يعني أنك تعرف الشيء كما تعرف ظهر يدك أو تعرف الشيء جيدا يقول المثال I know this man like the back of my hand أنا أعرف هذا الرجل معرفة جيدة أي أنا أعرفه كما أعرف ظهر يدي I know this man like the back of my hand نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا بالنسبة لكم وهو الفيديو رقم أربعة من سلسلة فيديوهات الجمل الاصطلاحية في اللغة الإنجليزية أتمنى منكم في النهاية الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات القادمة أولا بأول وشكرا لكم